بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر الكمباس سيرفينج او المساحة بالمصلة هنتعرف المرة دي ازاي يعمل observations للبيرنج ازاي يعمل رصد لانحراف اي ضلع دلوقتي لو انا عندي ضلع فنفترض مثلا الضلع من ايه الى بيه وعايز اجيب انحراف هذا الضلع هسبت الكمباس ده هيت عند نقطة ايه وهوجه على نقطة بيه واشوف الخط ده الديريكشن ده هيقطع لي اراية هنا قيمتها ديه مع الاخذ في الاعتبار ده دايما ده اتجاه النورس وده اتجاه السوت ده الكلام النظري هيتعمل ازاي ده شكل البصلة اللي احنا اتفقنا عليها ودي المنقلة اللي عليها الارايات هي واضحة وده الفلتر اللي اتفقنا عليه اللي هو اللون الاخضر والاحمر عشان يلغي لي الاشعة الشمس وهنا البرزم اللي انا هبص من هنا عشان اشوف الاراية اللي تحت هنا هوجه ده الديريكشن اللي هوجه عليه ودي المراية اللي لو احتاجتها عشان تعمل لي تكسيف للاشع هنا اذا كانت الاضاءة غير كافية طيب ده الشكل العام للبصلة اللي انا هستخدمه نيجي بقى هعمل سنترينج وهعمل ليفلينج السنترينج معناها هسبت البصلة على نقطة ايه وليفلينج هزبط افقية الجهاز عشان ما تبقاش ميلة ويديني الارايات غلط وبعد كده ابتدي اجيب الابزيرفينج او رصد الانحراف نفسه طيب هرصد الانحراف ازاي زي ما اتفقنا من الشكل هنا ان انا هشوف الديريكشن ده هيقرالي على المنقلة هنا كام فين المنقلة دي المنقلة هي ده هي الديريكشن فلو افترضنا من الديريكشن اهو قادي نقطة ايه اللي اوقف عليها وقادي نقطة بيه اللي انا وجهت عليها فاصبح الديريكشن اهو الديريكشن ده جاب لي هنا اراية ولا لأ جاب اراية الحط ده ممتد دلغاية هنا هيديني الاراية اللي هنا دي الاراية اللي هنا دي هي دي الاراية من المورس انما دي جايها لمن الساوس فانا هاخد الاراية اللي هنا اللي هتظهر لي من العدسة اللي انا حطيتها هنا يجي يقول لي طيب انت دلوقتي اتكلمت عن الانحراف ولقلنا ان الانحراف ده عن اتجاه الشمال في الحقيقة أنا عندي كم اتجاه شمال يومي يقول لي أنت عندك نوعين أساسيين من اتجاه الشمال حاجة بنسميها الترو نورس وحاجة بنسميها الماجنيتيك نورس الترو نورس هو اتجاه الشمال الحقيقي واتجاه الشمال الحقيقي ده لا يحدد إلا بالأرصاد الفلكية على النجوم في السماء والنجوم في السماء أماكنها ثابتة ما بتتغيرش عشان كده سموا الاتجاه ده True North أما الماجنيتك نورس ده اتجاه الشمال المغناطيسي وإحنا عارفين ان اتجاه الشمال المغناطيسي أو اتجاه الإبرة المغناطيسية بيختلف من وقت للتاني فيه تلات حاجات أساسية بتأثرلي على اتجاه الإبرة المغناطيسية التلات حاجات دول هي نمرة واحد وجود خامل حديد قريب من الإبرة المغناطيسية نمرة اتنين وجود كابل الكهرباء ضغط عالي يغير لي برضو اتجاه الإبرة المغناطيسية نمرة تلاتة درجة حرارة عالية جدا تخليلي اتجاه الإبرة المغناطيسية ينحرف هنا بيقول لي True Bearing والماجنيتك بيرنج فيه Great Bearing وفيه Arbitrary Bearing Great Bearing اللي هو الانحراف الشبكي والArbitrary Bearing او الانحراف الاختياري انا بختاره كده عشوائي ليس لأوقع ده دول الاتنين واحد واتنين دول الاتنين الاساسيين اللي على طول هنستخدمهم تلاتة واربعة دول نادر لما بيستخدموا لأنهم غير ضخيقين لو جينا True Bearing بيساوي الماجنيتك بيرنج زائد او ناقص قيمة الدكلينيشن حسب هي ناحية الاست او الوست يعني اذا كانت الدكلينيشن ناحية الاست هجمع اذا كانت الدكلينيشن ناحية الوست يبا هطرح وبمعنى كده اننا لو عرفت اجيب الماجنيتك بيرنج بالمعادلة البسيطة دي اقدر احولها الى True Bearing طيب الماجنيتك بيرنج سهل اننا اجيبها بالبوصلة قيمة الدكلينيشن المنظمة الدولية للجيوديسي بتطبع سنويا كتاب هذا الكتاب يحتوي على قيم الدكلينيشن في معظم المدن الرئيسية للدول المختلفة اما بقية المدن او القرى فانا بجيبها بالاستميشن من القرى او من المدن القريبة